موسيقى تحية لكم اينما كنتم في مستهل حلقات جديدة من الصحافة اليوم سقوط جديد للإخوان غير المسلمين في جمهورية السودان الشقيقة بعد أن تربعت على عرشها على مدى ثلاثة عقود زمنية وقبلها كان سقوطها الأكبر في قلعة الأمة العربية والإسلامية مصر العروبة وولى مشروعها التدميري وإلى غير عودة وقريبا تتطهر جمهورية ليبيا الشقيقة من الإرهاب الإخواني ومثلها اليمن التي ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وأصبحوا يحفرون قبورهم بأيديهم تطهرت العاصمة الاقتصادية عدن وقريبا جدا سوف تتطهر العاصمة الثقافية تعز وكل اليمن من جماعتي الإرهاب ورجعية والتخلف الإخواني الحوثي ولعل الأيام القادمة حبل بالكثير من المفاجآت بعد أن طفح الكيل وعاثت هاتان الجماعتان في الأرض الفساد بل أصبح من المسلم به الاستعداد الشعبي والوطني لاستئصال الورم السرطاني والبدء بمعركة التحرير والتطهير الفاصل والشامل ضد كل مشاريع التخريبي والنهبي واللصوصية وتجار الدماء واستعادة الدولة اليمنية وفرض النظام والقانون والقضاء الكل على مشروعي الولاية والخلافة المكذوبة وإن غدا لناظره قريب أرحب بضيوفي في هذه الحلقة القيادة في المؤتمر الشعبي العام الدكتور جمال الحميري عبر الأقبار الصناعية برحبا بك دكتور جمال أهلا وسهلا أخي الكريم أحييكم من تعز سيكون معي عبر الهاتف القائم بأعمال القائد أبو العباس مؤمن المخلافي وأيضا المحلل العسكري العميد علي ناجي أبدأ بعنامين الصحفة المحلية من وكالة الثاني من ديسمبر وأبرز ما جاء فيها نقابة المحامين اليمنيين تتهم الحوثيين بالإرهاب حجة تجدد المعارك في جبهة حرب مزيدا من الضحايا المدنيين مع تصاعد خروقات الميليشيات الحوثية في الحديدة الإمارات الأولوية في اليمن الآن التصدي للانقلاب الحوثي ضربات جوية وقصف مدفعي تكبد الحوثيين خسائر فادحة شمالية صعدة وكالة خبر انفلات أمني غير مسبوق تعيشه العاصمة صنعاء سرقات تحت دهديد السلاح وتواثؤ قيادات حوثية القوات الحكومية تحرر مواقع جديدة في جبهة حرض وتواصل تقدمها صعدة قصف مدفعي استهدف مواقع ميليشي الحوثي في كتاف صحيفة عدن الغد مجلس الأمن يبحث أحداث عدن والانتقال يصاعد في أبيان سقوط معسكر القوات الخاصة ومغادرة قائده صوب المنطق الوسطى وقوع عميد الردفاني وأربع آخرين بيد قوات الأمن بأبيان ومقتر ثلاثة من الطرفين مستشار أمني سعودي المملكة هي الهدف القادم بعد هزيمة شرعية اليمنية تحليق مكثف لطيران حربي في سماء زنجبار البحث عن بديل علي محسن الأحمر أول تحدي أمام لقاء جدة قياد جنوبي الانتقالي لن يبقى في عدن وسيعمل على تحرير باقي المحافظات الجنوبية صحيفة الأيام من سيعويض المتضررين غضب شعبي بعدن من تدمير الممتلكات الخاصة في الاشتباكات تظاهرات حاشدة ضد تحركات الحجد الشعبي في الحجرية الانتقالي إن سلمنا المواقع العسكرية فعلى ماذا نحاور الشرعية صحيفة الأمناء مسهور يدعو الإعلام العربي لمناقشة محايدة للملف اليمني قوات الحزام الأمني تسيطر على معسكر الشرطة العسكرية وتمهي القائد القوات الخاصة صباح الغد للتسليم صحيفة أخبار اليوم طالب بحوار حقيقي لإصلاح خلل علاقة الشرعية مع التحالف العربي التنظيم الناصري انقلاب المجلس الانتقالي يلحق الضرر بالقضية الجنوبية ويتماهى مع انقلاب الحوثيين اتهامات للتحالف بالعمل على تطبيع الأوضاع لصالح الانقلاب رويترز رفض الانتقال للانسحاب من عدن يؤجل اجتماع جدة الرئيس يصف أحداث عدن بالتمرد ويطالب المملكة بالإيفاء اتجاه النهائه الحوثيون يستهدفون مع اسكر ماس في مأرب بصارخ باليستي ولا إصابات موقع نيوز يمن قطر وإخوان اليمن وشرعية استغلال أزمة عدل لتصفية حسابات مع التحالف وتصوير الانتقال الجنوبي بالمنقلب حزام أبيان يسيطر على مقار الشرطة العسكرية في منطقة الكود عقب اشتباكات قرقاش نوه بحوار حول اليمن وجنوبه وشدد على أولوية التصدي للانقلاب الحوثي وجهات اجتماعية الإصلاح يستخدم المناطقية سلاحا لتفتيت الحجرية وتمكين ميليشياته من اكتياحها الحوثيون والإخوان على جبهة واحدة قطع الانترنت عن تحية جنوب الحديدة والمعافر جنوب تعز من الصحافة المحلية انتقلوكم من الصحافات العربية والدولية ابدأوها هذه المرة من العرب اللندنية وأبرزوا ما جاء فيه البحث عن بديل علي محسين الأحمر أول تحدي أمام لقاء جدة الدوحة تقطف ثمار التحالف مع الشباب في الصومال ضريف يفشل في تحيد الكويت ويستكشف مرحلة ما بعد صباح الأحمد انقرة تستعدي موسكو في أول تلاق مع واشنطن في سوريا جهود الرياض وأبوظاب مفصلية في النائب السودان عن مدار تشدد صحيفة الشرق الأوسط موسكو تعاقب انقرة في إدلب بعد تفاهم شرق الفرات ضغوط لتعجيل السياد والبشير في قفص الاتهام الناقلة الإيرانية تبحث عن ميناء ترامب لإعلان صفقة القرن بعد انتخابات إسرائيل الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق إلى وجه مجهولة وطهران تحذر واشنطن التحالف يؤكد استمرار انسحاب الانتقال من المعسكرات في عدن الشرعية تشدد على انسحاب الانتقال وعودة الحكومة إلى عدن البرنامج السعودي لتنمية اليمن ينجز مشروعات للمياه في المهرة الجامعة العربية تطلق برنامجا تدريبيا لتعليم النازحين واللاجئين صحيفة القدس العربي اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحزام الأبني في أبيان بعد البلطقية واحتكاك عناصر وتسريب محاضر البربع الأمن الاردني بانتظار تحولات مهمة سوريا قوات النظام تسيطر على خان شيخون وريف حماها الشمالي والمعارضة تحمل تركيا المسؤولية صحيفة الحياء اللندنية هادي أبناء الشعب اليمنية توقون للسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد قوات كومندوز تركيا تصل إلى الحدود السورية وكالة إيرونيوز اشتباكات بجنوب اليمن والتحالف بقيادة السعودية يقصف أهدافا في صنعاء إذاعة منتكر للدولية استئناف القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية فرنس 24 الجنوبيون يواصلون هجومهم على عدن والحكومة تكتمع في الرياض لبحث سبل استعادة مقراتها موقع بي بي سي الحرب في اليمن من يتحمل عواقبها وكوارث الجوع والمرض والتهجير إذا نبدأ معك دكتور جمال ما الذي تريده الجماعة الإخوان والحوثي من المعاصمة تعز بعد أن كانت ربما هدفا لهذه الحرب العبثية ودمرت وخربت واليوم تعاد من جديد يعني كلما أو يصدق المثل القائل أسد علينا وفي الحروب نعامة كلما يعني ضاق الخناق على جماعة الإخوان ذهبت نحو السلفيين ذهبت لتشريط المجتمع اليمني خصوصا في العاصمة التي دمرت تعز سعدت بالخير مساء ولكل مشاهدي قناة اليمن اليوم أخي الكريم بالنسبة لمحافظة تعز نعلم جميعا بدأت ميليشيات حزب الإصلاح تدخل منطقة الحجرية المنطقة المحررة التي لا يوجد فيها ميليشيات الحوثي وتحاول السيطرة أو تنشر بذر وتبذر ذر سمومها للاقتتال بين أبناء المنطقة الواحدة في محافظة تعز أخي الكريم هذا إذا أردنا هي ناتجة عن تراكمات سببها حزب الإخوان المسلمين حزب الإصلاح بسبب فشل حكومة الشرعية حيث سيطر حزب الإصلاح كان كافي أن نقيم حكومة الشرعية خلال الخمسة السنوات الماضية كافية حيث قام حزب الإصلاح بسيطرة على حكومة الشرعية وعلى المفاصل القيادية وحاولت تقصي قيادات عسكرية وأمنية وقيادات سياسية وكوادر مثقفة من إزاحتها من الدولة وحاولت تسيطر حتى في بنات قيش ومعسكرات ميليشيات لحزب الإخوان المسلمين حزب الإصلاح هذه الميليشيات هم طلاب ومدرسين وبدأت تكون جيش هذا الجيش الذي يقوم ببناء حزب الإصلاح في محافظة تعز سيكون مهدد في المرحلة الحالية وكذلك في مرحلة تحرير اليمن واستعادة الجمهورية وتحرير المناطق المسيطرة عليها ميليشيات الحتيش يشكل أيضا قطر على الدولة في المستقبل لأنها معسكرات تتبع ميليشيات مثلها مثل ميليشيات الحوثي لا فرق فنحن نعلم أخي الكريم بأن أبناء الحرية بأن أبناء الحجرية هم أكثر الناس مدنيين أو الأقرب إلى المدنية لا يعرفون حتى حمل السلاح إلا في المناسبات في الأعياد أو في الأفراح الآن أقبرت أقبروا أبناء الحجرية للخروج إلى الساحات بناتج عن اضطهاد بميليشيات حزب الإصلاح أقبرهم بالخروج للساحات لتمنع ذلك لسفك الدماء وإدخال منطقتهم في نكافاتهم في غناء عنها فلماذا نحن نسأل التساؤل لماذا الدخول إلى منطقة الحقرية وإلى مناطق محررة أصلا من ميليشيات الحوثي أليس الأقدر كان بحزب الإصلاح أن يتوحد مع الفصائل الموجودة في محافظة التعز لتحريرها من ميليشيات الحوثي فلماذا هذا ونحن نعلم بأن ميليشيات الحوثي والمسيطرة على أجزاء بسيطة من محافظة التعز تتجاوز الثلاثمائة النفر قادرة من كل دائرة أن تعطي حتى مئة شخص ستحرر تعز خلال أسبوع وأقل من الأسبوع ولكن أرادت ميليشيات حزب الإصلاح أن تسيطر على المحافظة التعز كما سيطرت على محافظة مارب وتبني قوة وجيش مستغلة دول التحالف ومستغلة سيدرتها على أماكن تنفيذية في حكومة الشرعية لتجميع المال وتجميع السلاح أرجوان تبقى معي دكتور أذهب إلى المحل العسكري العميد علي ناجي مرحبا بك سيارة العميد نحييك مقددا بل الذي تريده جماعة الإخوان من اليمن ألم يعني لها الوقت أن تعود إلى صوابها بأي عقل تفكر هذه الجماعة يعني جماعتان إرهابيتان دمرت البلد وكلاهما يعني لا هم لها غير السلطة والتصلت على جماجم وإشلاء اليمنيين إلا متى تستمر هذه المهزلة وما الذي يجب على كل القوى الوطنية الوقوف في حزم أمام هذا التحدي القائم وربما المستقبلي نحييكم والمشاهدين في كل مكان الوقت حدد هو متاح متاح أمام من يريد أن يراجع حساباته أن يراجع السراتيجياته والسياساته سبقا كان الشخص أو جهاز سياسي ومحينة في اليمن أو غير متاح دائما وأبدا أمامه للمراجعة وبالتالي العودة إلى الطريق الصلاة إن أظل إن ظل فيه فهذا عن المسألة عن الوقت طبعا أنك أخطاء كبيرة من قبل ما تسمى بالقوات الحشد الشعبية أولا من حين التأسي بالاسم هذا الاسم حقيقة أنا عندما تابعت موضوع العراق صحيح قوات الحشد الشعبية الوحيدة اللي تعترف تعترف بمئة الفم بأنها ترتكب جرائم مذهبية جرائم ينسانية بلد السنة في في العراق انتقاما لما قلتنا انتقاما يعني المسألة في هناك هذه ميليشيات مدانة التأسيبها بذاتا هو خطأ وذن بداية أنا أدعو الجهة المعنية عن هذه الميليشيات الجهة السياسية الإدارية العسكري الأخرى أن تراجع التسمية بداية على أعتبرها شيء مقذز وبالتالي سلوكها موثير للتتنى نعم أو وجودها بداية تتنى صحيح في ظل وجود فتنى كبيرا يعاني منها يعاني منها اليمن في كل مكان بالشمال وبالجنوب صحيح التعز هي أكثر من عانا ويحاني من مثل هذه الفتنة طالت أمد الحرب بذاته لماذا لماذا لا يحصن الوضع فيه تعز صحيح لماذا لا يحصن فيه كل مكان طيب سيارة العميد باعتبارك أيضا محل العسكري يعني ميليشيا الحوثي تعمل على يعني أو تنشئ على قدم وساق على غرار الحرسة الثورية الإيراني هذا ما تقوم به ميليشيا تحت مسمى حرس ثوري ولكن بمسمى إنصار الله وبالتالي أيضا يقابلها جماعة الإخوان التي تنشئ لها كما ذكر ضيفي تحت مسمى جيش وطني وكل جيش عقائدي كلاهما يتبع الجماعتان يعني ما هو موقف الحكومة وما هو موقف الرئاسة والمجتمع الدولي والتحالف من هاتين الجماعتين التي تشرعن لها ميليشيا تحت رعاية الأمم المتحدة وتحت رعاية التحالف وبسلاح أموال التحالف عزيزي مسألة للجيش ونحن نقل ونقدر ونحيي كل مقاتل يواجه ميليشيات الحوثية نعم على أعتبارها جاء باغية أثارت فترة كبيرة كان يمن والبلاد بشكل عام والمنطقة بشكل عام غني عنها لكن التسمية ليست لا تغني عن الحقيقة عن واقع الشيء فالوطة الحقيقة إنه في أكثر من مكان تبرى ميليشيات بشكل عام مصلحة بسلاح الشرعية أو مغضاء بتاعت الغضاء الشرعي وبالتالي تظل في توجيه سلاحة وإعلامها وكلمتها بدأ يوجه ضد التحالف ضد الحراك الجنوبي ضد الانتقالي ضد الإمارات ضد المملكة العربية السعودية وبدأ المقاتلين تلقبها تلقبها مثل ما يحصل في تحز هذه فتنة نأمل من كل الأطراف من كل الأطراف أن لا تنغمس فيها اليمن البلاد بحاجة إلى الحياة حقيقة وينشرها كل مواطن بحاجة إلى استقرار هناك سيارة العميد هناك ربما مطالب شعبية تدعو إلى تطهير تاعز يعني من هذه الجماعات يعني أنه بدأت المعركة أو دعوة إلى معركة وطنية فاصلة لأنه إذا ما أتينا ووضعنا أو فصلنا القضية اليمنية سنجد أن سببها يعني أو مشكلتها مشكلة اليمن جماعتين الحوثي والإخوان يعني هناك دعوات شعبية على كل القوى الوطنية اليسارية واليمينية والتي لا تتقمص بعباءة الدين يعني أن تقود معركة معركة وطنية فاصلة وشاملة لإنهاء هاتان الجماعتان أو أقل حاجة هذه الجماعة بدل أن تتقمص بعباءة الدين بعباءة الدين تتحول إلى حزب سياسي أحقيه وجود الجماعات المتطرفة أو الجماعات التي لها غطاء ديني أو مرجعية كما تدعي الدينية أتاوى بشكل طبيعي بداية لماذا لو أعبتني من الوقت الأعتبار أنه القوى القومية القوى اليسارية منذ الخمسينة في اتيام الدولة العربية الحديثة قامت هذه القوى ببناء الدولة في كل مكان في القوى العربية وفي الأخير حوربت من كل جهاد فأتاوى لأسباب موضوعية وذاتية أسباب من داخلها وأسباب خارجية إلى أن إلى العجز إلى ممكن نسميه العجز أو الفشل وبالتالي لم يقوا هناك أمام المجتمع العربي أو المجتمعات الإقليمية أو القطرية هنا هناك إلا أن تتاح الفرصة لهذه القوى لكن كان المؤمل أن تبدأ هذه القوى من حيث انتهى الأقرين أين الفشل؟ الفشل في الإقصاء في التهميش في استحواد على كل شيء إذا كان هذه القوى اليسارية حمشت قوى دينية من مداهج السلطة أو من المشاركة في السلطة الحقيقة هذه القوى أتت مباشرة بأنها فاشلة من خلال بدأها بالفشل الإقصاء الآخر ليس فقط من الدنيا ليس مشاركة في السلطة نعم فالفتوى جاهزة بأن هذه القوى كافرة قوى ملحدة قوى آخر وبالتالي أقفت الناس من الدنيا والآخرى صحيح وأيضا فشلها على الواقع مثل ما يقولي الآن بدأتها بالحروب مباشرة مثلا بالماليشة الحروتية أو أنصار الله مثلا بالقوى داعش والتسميات المختلفة القاعدة والتسميات المختلفة القريبة منها وأغطيتها السياسية إذن نحن حقيقا أن الوضع عام لابد من مرايعته بشكل عام داقليا محليا وفي كل منطقة منطقة البلاد صحيح وإقليميا ودوليا نعم أرجو أن تبقى معي سيارة العميدة أعود إليك دكتور يعني ربما المتأمل على أرض الواقع أنه حتى جماعة الإخوان التي تدعي أنها يعني تمثل السلطة أو الحكومة الشرعية أو تمثل الدولة والنظام الجمهوري كشفت عن وجهها الحقيقي وهي تمارس نفس الجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثية يعني في الأخير نحن أمام ملشنة ملشنة تشرع لنفسها وتحتمع الأسف برعاية الأمم المتحدة وبرعاية وبمال وسلاح التحالف نعم أخير نحن ما نلاحظه من قبل عام أو من سنة 2016 وهي ما زالت ميليشية حزب الإصلاح تريد أن تسيطر وتفرض أمر واقع في محافظة تعز رغم نحن نعلم جميعا بأن الصامتين والعقلاء من أبناء تعز حتى اللحظة لن يكون لهم صوت أو مبادرة حقيقية في نشر السلام في محافظة تعز نجد أن حزب الإصلاح ما يمارسه في محافظة تعز نفس ما تمارسه من ضغوطات ميليشيات الحوثي في صنعاء أو في المناطق المسيطرة عليها بالقوة فلذلك كما تحدثنا سابقا بأن حزب الإصلاح يريد أن يسيطر على محافظة تعز كما سيطر على محافظة مارب لكن هنا نحن نعتب أو نلقي في أين يكمل الغلط وأين تتم التصحيحات فالمشكلة بناء جيش وكتائب وألوية باسم تحت مسمى الشرعية هذه قريمة بحد ذاتها تم استقصار قيادات عسكرية وقيادات أمنية وقيادات سياسية من السلطة أو من الحكومة الشرعية واستولى حزب الإصلاح على مفاصل الشرعية واتخذت قرارات في محافظة تعز لو نجي حتى نتساءل مع أنفسنا كم تغير المحافظ خلال سنة محافظين إذا لم يأتي المحافظ ينثذ رغبات حزب الإصلاح لن يبقى في تعز أو تستمر الامتيالات سواء كان لمديراء الأمن أو للقيادة الشرطة في كل المناطق أو أمن الشماتين أو المناطق الأخرى إذا لم يكن يتبع حزب الإصلاح أو ينثذ رغبات حزب الإصلاح تم الاستقناء عن النوع أو الخروج بمظاهرات أو الانتقام أو التهديد بالاغتيالات إذن ما يمارسوا حزب الإصلاح وما يفرضوا اليوم في مدينة أو مديرية الحقرية هو دليل كافي ودليل واضح لنشر بساطها وفرض عمر تريد تفرض عمر واقع بأن حزب الإصلاح يريد أن يسيطر على محافظة تعز لا أدري لماذا هو يريد حول الأقاليم كإقليم سبا وإقليم تهامة أو إقليم الجند عفوا يريد يسيطر على بعض الأقاليم أو أواصم بعض الأقاليم لتحركات أو فاوضات سياسية في المستقبل لكن نحن ندرك تماماً ويدرك أبناء محافظة تعز أبناء محافظة تعز جمهوريين أبناء محافظة تعز وحدويين أبناء محافظة تعز ديسمبريين ولا يمكن أن يكون والصامتين ولا نعلم المظاهرات التي خرجت في الفترة السابقة أو مظاهرة الأمس في الحقرية أكبر دريل أمام ميليشيات حزب الإصلاح ترفض الهيمنة والسيطرة ونبذ التفرق بين أبناء المديرية أو بين أبناء المحافظة الواحدة لذلك نقول على السياسيين وعلى حكومة الشرعية أن تراجع القيادات العسكرية التي تم تعيينها والقيادات التي كانوا من خريجين معاهد أو مدرسين في محافظة تعز وتم تنصيبهم وإيكالهم ومنحوهم رتب عسكرية سواء كانوا طلاب أو تربويين لا يؤهلون إلى عسكرين أو قادرين أن يكونوا بقدر المسؤولية وتم الاستغناء واستبعاد قيادات عسكرية حقيقة حقيقية كانت هي الأقدر بأن تقود المرحلة ضد ميليشيات الحوثين وتحرير محافظة تعز نعم أعود لك سيادة العميد ما الذي تتوقع إذا ما استمرت هذه المهزلة القائمة يعني ملشنى في كل مكان ملشنى في كثير من المحافظات وبرعاية كما قلنا مع الأسافة التحالف وصمت يعني حتى الآن رغم ما حصل في عدن ويحصل اليوم أيضا في أبيان لا ندري هذه الجماعة بأي عقول تفكر ألا تشعر أنه ربما سيكون المشروع القادم للتطهير تعز من هذه الميليشية وبتعاون مثلا القوى جميع القوى الوطنية الأخرى بما فيهم المجلس الانتقالي الحراكة الجنوبي يعني حراسة الجمهورية كيف ترى أنت ذلك الحقيقة ليست بالتنطيق التحالف يعني ممكن هنا أنا أقول بأنه تستغل تستغل التحالف بتوجه سامة كثير من القوى بد التحالف لمحاولة إبشاله إلى هدف كبير ومعنى قولها أهداف تسميع هدف سامية إقامة الدولة الكبرى أو قيام الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية إلى آخرك لهذا هي تستغل وجود اليمن الحرب في اليمن لتكون مستنقع تقع في هذه الدول وعلى رسم مقل العربية السعودية والإمارات بتاتيئة أوضاع سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية داخل مجتمعاتها للإنكباض على السلطة وبالتالي بناء الدولة على بلاد ثروات كبيرة ورمزية دينية وثروات إلى آخر إذن هنا استغلال ذكي أعتقد بأن التحالف متربه لذلك وأيضا القوى المحلية لا بد أن يكون فيها إنشاء التحالف التحالف واضح جدا الملكة العربية السرية تدير أو تقود الآن قوى الحداثة العصرية قوى العصر ممكن أن تقود التحالف هذا محليا في كل قطر عربي وبالتالي على سبيل نهوض بالعرب الأمام بل والعالم الإسلامي نعم طيب سيارة العميد إذا ما تحدثنا عن العقلية التي تفكر هذه الميليشية أو جماعة الإخوان مثلا في اليمن ألا تزال تعتقد أنها ستبقى وأنه يعني ستستمر في حين سقطت في مصر سقطت في سودان وقريبا ستسقط في ليبيا وفي سوريا وفي كثير من البلدان العربية طيب من حقها التشبت بحولة البقاء الحياة حلوة كما يقال يعني الحياة محبوبة يعني البقاء يعني تطرط البقاء فيما تطرح حب البقاء حب الحياة من حقها أن تشبت في خلال لكن من الآخر أيضا أن يتنبهوا لذلك ما في ذلك الدعوة لمرايعة مثل هذه السياسات وبالتالي الإصدارات هذه الحياة معا نعم أعود لك دكتور إذن من حيث ما انتهى سيدة العميد أنه تحلل ربما أصبح يدرك خطر هذه الجماعة بما فيها جماعة الإخوان وجماعة الحوثي التي أصبح اليوم على أدى الواقع ما يؤكد وخصوصا ما يحدث في تعز الحوثي على مرمى حجر وبدل أن تذهب كما تدعي لمحاربة الحوثي كما زعمت خلال السنوات الماضية يعني خمس سنوات مغرزة على مشارف صنعاء ومثلها في مارب وفي الجوف يعني وفي الأخير تكشف للقاص وللداني وتأكد أو تأكد الجميع أنها استغلت كما ذكر سيدة العميد التحالف لبناء إمبراطورية مالية وتكديس السلاح لمعركة ترى أنها قادمة المرحلة الماضية هي كفيلة في تقييم أداء سواء كانت حكومة الشرعية أو هذه المعسكرات التي تتبع الميليشيات وما قدمته خلال الفترة الماضية وما يروج في الإعلام واضحة وكافية وقد عرف المواطن اليمني أو المتابع اليمني للحدث كذب تلك الميليشيات سواء كانت ميليشيات الحوثي أو ميليشيات حزب الإصلاح واضحة مدار الخمس السنوات لم يتحقق شيء سواء شعارات كانت رنانة تريد السيطرة على مفاصل الدولة وحكومة الشرعية وكذلك بسط نفوذها على الأرض لكن كما تحدثت سابقا وتحدث ضيفك الكريم عبر الهاتف بأن سقوط الإخوان المسلمين في كذا من الدول العربية أعتقد أنه يتابع أيضا سقوط في كل مكان لأن الذي يفكر دائما الأيدلوجين ويفكرون بنشر فصيل معين أو أيدلوجية معينة أو هدفهم شخصي بحث حزبي لا يمكن أن يصل إلى نتيجة حقيقية يرضى عنها جميع المواطنين أليس قدامنا الآن نريد استعادة مؤسسات الدولة من قبضة ميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها الحوثي أين حزب الإصلاح وأين المؤسكرات تلك التي بنيت ودعمت بالأسلحة ودعمت بكل شيء أينها من الحدث أين موقعها من الحدث كل ذلك أكبر دليل من 2011 حتى الآن ونحن نعاني من ميليشيات الحوثي ومن ميليشيات حزب الإصلاح هم مجهين لعملة واحدة أخي الكريم لا يمكن أن يعول عليهم أو يعول عليهم المواطن اليمنين أو أن يدركون مصلحة الوطن أو يدركون مصلحة الوطن هي الأعلى نحن كحزبيين سواء كان المؤتمر الشعبي أو الناصريين أو البعثين أو كل فصال الأحزاب أو القوة السياسية نريد أن تفضل المصلحة الوطنية أولاً ثم المصلحة الحزبية أخي الكريم الوطن يجمع الجميع الوطن يجمع الجميع لكن كل حزب الإصلاح أثبت في المراحل الأخيرة يريد الاستحواذ حتى في السلطة يريد الاستحواذ وبس نفوظه في مدن مثل ميليشيات الحوثي في المحافظات الشمالية وفي الأخير يفتقر كل الجماعات تفتقر لأبسط مشروع وطني بالضبط سيارة العميد ما هو أنت من منظور عسكري ترى أنه لأنه الجميع وصلوا إلى أنه أصبح الحوار مع هاتان الجماعتان حوار عقيم سياسيا وأنه لابد من الحسم العسكري كما شهدت العاصمة عدا وأيضا أبيا وغيرها من المحافظات ما الذي يمكن فعله عسكريا للحد من خطر هاتان الجماعتان أو عادتهما بالقوة إلى الصواب الحامتان أرى قائمة 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 يعني حالة العمل السياسي لأنه إذا تم إعمال العقل وبالتالي من قبل هذه القوة للانتقال من مستنقع الفتنة مستنقع الدماء اللي وقع فيه اليمن بشكل عام وهناك أفات مستقبل لكل القوى للعمل بالإعادة البناء وبالتالي الحياة معا ما لم بأن المسألة العنف العنف والسياسة العمل العسكري هو سياسة بسواساء العنف هو حمل سياسي بمقابل ولكن بوساء العنف وعلى ذلك لكن تجنب إلى حد إلى إلى الحد الذي يميت الآخر لا نعم فما حصل في عدن مثال على ذلك تجنب الانتقالي كل كل إمكاني لمواجهة العسكرية لكن هناك كان غرور من بعض القوى أو بعض الشخصيات بأنها ستسحق الآخر وبالتالي تلغيه لو جدله وتستطيع القوى تفاجأت برد عنيف وأيضا بعمق جماهي واسع في كل مكان في أبيان في شبوة في حضرموت في المهرة في عدن في تعز والتحديد الرئيسي في التحديد الرئيسي لمحاولة تضيفها إشعال فتنة بين الشمال بشكل عام والجنوب وبين تعز تحديدا تعز وجماير تعز اللي تعتبر عمق لكل اليمن الشمالي والجنوبة نعم وبين الجنوبين وبين عدن هذه مسألة أخطر من السلاح ذات لكن أنواجه في الميدانين فهو مهم جدا كي نتجنب مفاعل فتنة قد أسوأ ما هي حالي الآن نعم طيب سيارة العميد سؤال أخير يعني من منظور عسكري أنت كما تشاهد الواقع اليوم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا ما يسمى بالحجة الشعبي والقتل والدمار وملاحقة الأسر النازحة من عدن وخصوصا اللواء 35 التابع للقوة السلافيين ألا تعتقد أنه تعز ستكون الهدف القادم لتطهيرها من جماعتي الإخوان والحوثي خصوصا مع تنامي السخط الشعبي ضد تواجد هاتين الجماعتين يعني اسمح لي أعود شوية الخلط مثلا الانتفاضة ديسمبر كانت تهيئ فرصة كاملة للتخلص من الميليشيات الحوثية وبالتالي الانتقال إلى مرحلة الاستقرار من مرحلة الحدثة من مرحلة استثنائية اعتبر أنه قواء جماهيرية وقواء أيضا حسكرية انتقلت إلى جانب الطرف الآخر جانب شرعي والتحالو لكن تم رفض أي انتقال رفض أي دعيت إلى ودعى آخرون وقواء أخرى دعيت إلى التوحيد البندقية إلى توحيد فوهات البنادق تجاه التغول الإيراني في المنطقة لكن تم الرفض لماذا هذه واحدة من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بشكل سريع أنا أدعو إلى مؤتمرات للتقييم الربح لماذا تم رفض مواجهات الانضمام قوى كبيرة حسكرية وجماهير واسعة إلى الصف الشرعية إلى الصف التحالف وبالتالي كان يسهل الأمر التحامل ميدانيا التحامل حسكرية الماليشيات التي أصلحت محرّة ماليشيات الحوثية لكن تم التفضي لمثال التوجه وهي من ثمارها استمرار الحرب واستمرار مثل ما يجري الآن صحيح لكن بدأت القصقصة قصقصة أجنحة هذا الرفض من خلال ما حصل في عدن وبلغل بشكل عام ومن خلال أيضا ما يحصل في تعز العمل العسكري يجب أن يكون تابع للتوجه البناء الاستقرار لا للدعوة لإستمرار الحرب وتمسيع مساحاته العمل العسكري قادر أن يحسم قادر أن يحسم بعد مراجعة بالشكل عام في كل القبهات لماذا تهدأ القبهات في كل مكان أحيانا لأن تشتعل في تعز وتهدأ هنا تشتعل في حجور تهدأ تشتعل بالبالع تهدأ بقية القبهات بشكل عام القانب العسكري لتقييم كامل لقصر أمد الحرب سواء كان في تعز أو في غراء من القبهات وفي كل المكان أشكرك العميد دروكن علي ناجي خبير عسكري كنتما عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعود لك يا دكتور محيد منتهى سيادة العميد أنه الجميع سلم بأنه ميليشيا الإخوان مع الأسف أو حكومة الحكومة الشرعية المسيطرة عليها الإخوان أجهضت عملية انتفاضة الثاني من ديسمبر ولا تزال حتى اليوم وربما تسببت أيضا في إيقاف معركة تطهير الحديدة لأسباب سياسية الكل يعلمها وبالتالي أصبح المال القطري هو السائد أمام التأثير القائم على الواقع وعلى أرض المعركة وأصبحت ربما سنتشف في قادم الأيام أنه الإخوان والحوثي إخوان من الرضاعة مثلا أخي الكريم نحن نتمنى توحيد الصفوف وكما قال ضيفك الكريم شوفي صاحب الجمهة العسكرية ضروري ما يصاحبها من جمهة جماهيرية الآن ما يحصل في تعز وخروج أبناء الحقرية الميادين وخروج الصامتين الآن بيخروج الكثير فكثير من العقلاء وكثير من المثقفين وكثير ما زالوا في بيوتهم متمترسين لم يصدر عنهم أي شيء لأنه الوضع الحاصل لم هم يدركون ذلك ومن وراء ذلك أنه حزب الإصلاح سواء كان في محافظة تعز أو في مناطق أخرى ولذلك نحن نؤمل كثيرا على الحسب العسكري سواء في تعز ودحر ميليشيات الحوثي وكذلك في منطقة وكما قال ضيفك الكريم أيضا وهو عسكري ويدرك كثيرا أكثر مني حيث لماذا تفتح جبهة وتغلق جبهة تفتح هنا مشكلة وتغلق المشكلة ثانية هناك أشياء تحصل أكيد لا تخدم هذه الأفعال إلا ميليشيات الحوثي لتعالي عادة ترتيب صفوفه أو أو السيطرته على مناطق أخرى إذن كل ما يحصل الآن هو ما يخدم إلا المشروع الحوثي الإيراني وميليشيات حزب الإصلاح هي أصارت الآن بأفعالها التي تحصل هي أصارت عامل مساعد للتمدد الحوثي الإيراني نعم فالمشكلة تجمع أنا أعتقد أن المصالح أحيانا المصالح الشخصية عندما المصالح الشخصية تغلب على المصالحة الوطنية دائما تجمعهم المصالحة المصالحة والمصالحة الشخصية أو الحزبية هنا تنعدم عندها تنكمش المصالحة الوطنية للأسف فالمصالحة الوطنية فوق كل شيء فالوطن هو الأساس ولكن أؤكد لك أخي الكريم بأن الجمهوريين والديسمبريين ما زالوا موجودين وهم الأغلبية الكاسحة في محافظة تعز وستكون القوة والصوت المساند للجناح العسكري الحقيقي في عادة ترتيب الصفوف العسكرية والقيادة العسكرية الحقيقية التي تم الاستغناء عنها واستبعادها القوات الحقيقية وليس قوات ميليشيات حزب الإصلاح نعم طيب دكتور ألا تتوقع أمام هذا التحدي القائم والتغييرات القائمة أو الحاصلة على أرض الميدان في البلد وهناك من يرى أن الأمور زادت تعقيدا وآخر يرى على أن ما حصل أو مشاهدات المحافظة اليونوبية سيؤول إلى وضع أفضل استقرارا في اليمن برمتها يعني أنه سيدعو إلى تحالف سياسي ما بين كل القوى السياسية لردع المشروع المشروع ما سمي بخرافة الولاية وخرافة الخلافة الإخوان والحوثي للأسف الشديد أخي الكريم كل ما يحصل إذا أتينا نقيم من العمل هو كله ينعكس حول حكومة الشرعية فشل فشل ذريع حصل فشل ذريع هذا يزيد أيضا يعمق الفقوة بين السلطة والشعب وعوين عدام وجود الدولة هو السبب الوحيد الذي ترك الميليشيات سواء ميليشيات الحوثي أو ميليشيات حزب الإصلاح تتوسع وتبسط نفوذها وتفطهد المواطن سواء كان في المناطق المسيطرة عليها الحوثي أو المناطق المحررة إذا كانت الشرعية أخي الكريم حتى يومنا هذا لا تستطيع أن تستطيع أن تسيطر على المناطق المحررة هذه مشكلة كبيرة إذا أتينا نقيم كحكومة شرعية أنا لا أريد أن أتكلم عن مواقف دولية أو مواقف نحن نتكلم نقول بأن الشان شان يمني أين موضع حكومة الشرعية من ذلك هذا الفشل الذي يحصل طبعا يؤخر العمل ويفقد الثقة بين الشعب أو بين المواطن وبين حكومة الشرعية وبين حكومة الشرعية ما حصل أخي الكريم في حقور ما حصل في انتفاضات 2 ديسمبر من خذلان وما حصل من خذلان لأبناء حقور وما حصل من خذلان في عدن وما يحصل من خذلان في الآن حاليا في تعز هذا كله يؤدي إلى ضعف ناتج ضعف حكومة الشرعية نعم أشكرك إذن الدكتور جمال الحميري القيادة في المتمر الشعب العام كنت معي عبر الأقمار الصناعية ونأسف لعدم التمكننا من الاتصال مع الأخ أمين المخلافي القائم بأعمال أبو العباس والشكر مصول لكم إذا ما كنتم داخل وخارج الوطن دمتم ودمى الوطن بالفخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة